السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه النهاردة الفيديو بتاعنا ان شاء الله يعجبكم جدا انا هنقل لكم تجربتي مع الحفظات اللي بنستعملها لأولادنا وخصوصا حديث الولادة وهنقل لكم تجربتي وانا جربت كزا نوع بس استقريت على نوع معين وهقول لكم ليه وهقول لكم مميزاته وعيوبه وهقول لكم كمان سعره بالجملة وليه انا بجيب لو لقيت عرض زي كده بجيب هقول لكم كل حاجة في الفيديو بس لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد كل يوم بقدم وصفة جديدة وفكرة جديدة وباذن الله باذن الله هتلاقي حاجات كتير في القناة تعجبك خش وشوفي محتوى القناة ولو عجبك ياريت تدوس اشتراك وتفعلي الجرس وتدوسي لايك للفيديو عشان استمر معاك باذن الله يلا بسرعة عشان ما نتكلمش كتير هنقلك تجربتي لو انت مامي جديدة او مامي قديمة زي انا مامي الرابع مرة والحد دلوقت كلنا مش بنستقر على نوع حفاضة معين بسبب التسريبات اللي بتحصل للبيبي وخصوصا في الشتاء طبعا بشرة الطفل اللي بيكون لسه مولود اللي هو حديث الولادة بيكون ايه طري جدا 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 يعتبر لحمة حمرة فاحنا بنبقى مش عارفين نستخدم ايه وعشان موضوع التسلخات والالتهابات اللي بتيجي للبيبي فانا هأثر عليك الموضوع ده كله وهقولك افضل نوعين انا جربتهم هو بامبرز و مولفكس دول نوعين حلوين جدا جدا وعمليين جدا ولكن البامبرز غالي لحد ما يعني غالي لحد ما اغلى من مولفكس مع اني انا بفضل مولفكس ليه الحفاضة بتاعته صغيرة وفيه فتحة للسر انا بالنسبة لحديث الولادة حتى نبصه زوجي جايب لي اتنين وانا عندي دي لسه اصلا يعتبر جديدة ما خدتش منها غير واحديتين يعني او كده بس بمجرد ما زوجي بيلاقي عرض على الحفاضات بيجيبها على طول طبعا عشان انتوا عارفين ان الطفل حديث الولادة ما شاء الله يعني على طول ضيع فلوسنا وبتنا اتحرب بسبب الحفاضات كل شوية بيغير ولازم انتغيري له طبعا عشان ما يحصلوش التهابات والكلام ده بس حبيبتي انا هوريكي بصي حفاضة كده من المولفكس وازاي عاملة بصي حبيبتي دي المولفكس بصي احسن حاجة فيها بقى بصوا فتحة السر دي دي حلوة جدا مش بتلاقيها في اي حفاضة وبعدين مش بتصرب خالص وفيها جوانب كده يميلة جدا تجربة يعني عظيمة جدا لو جربت المولفكس وبامبرس برضو حلو بس بيضايقني في الطول ده طبعا أثناء لسه اللي هو المشبك اللي هو بيبقى بتاع السره والكلام ده بيضايقني فلازم أن تضطري إما تتنيها كده إما تتنيها الجوة ويبقى مدايق الطفل ومكالكع كده من على بطنه أو تفرجيها لفوق اتدخلي السره فيها بس أنا بقى مانة بقى لا فأنا بفضل المولفكس حتى هو زوجي لما جاب لي البامبرز قال لي عشان ما يصربشه كده والبيبي والكلام ده فجايب لي بيقول لنا جايب لك أنضف حاجة فأنا قلت له لأ أنا عايزة مولفكس أنا بحبه مجربة طبعا أنا مامي قبل كده تالت مرة واللهما بارك كده ده الرابع فأولتول أنا عايزة اللي أنا مجربوه واللي أنا يعني ارتحت فيه أكتر فبمجرد ملأ العرض رح جايب لي شمطتين زي ما وردكو كده يا حبيبي أهم جايب لي الشمطتين فيعني جزاء الله خير وربنا يعني باركله يا رب فجيتا جربتي فأنا بقولك لو انت لسه هتشتري أو ما عندكيش يعني ولسه يعني عايزة تاخدي خبرة أو كده فاردت تشتري المولفكس حلو والبامبرز برضو لو متوفر ما فيش مشكلة حلو هيمشي حلو يعني هنستخدمه بس ده أفضل لإيه عشان الفتحة اللي أنا بقولكو ده عليها حبيبي وعشان بصوا حجم معد إيه يعني أنا ما شفتش حفاضة بالحجم بأمان كل الحفاضات لو جبتها تجدها طويلة جدا من تحت كده تحس إن هي طويلة وعريضة فيجي الطفل الحديث الولادة أصلا يعني يعني أعظم طفل في القوم بينزل ممكن ينزل أربعة كيلو تلاتة كيلو اثنين كيلو ونص اثنين كيلو زي ابني يعني أنا الله مبارك ابني نزل اثنين كيلو وضعيف شوية بس إن شاء الله يزيد يعني وكده بإذن الله ففي أطفال بتنزل اثنين كيلو واثنين كيلو ونص وثلاثة كيلو فمش هينفع انت تلبسي حاجة واسع عليه كده حتى لو نوعه جيد جدا لو نوعه جيد جدا يا حبيبي هيصرب لي لإني واسع على البيبي وحتى مهما اعدت تلزقي وتكالك وتأثري وكده عشان يجي على الطفل اللي هو حديث الولادة يعني بيجي علي كبير برضو طب وليه طب ما هو دي حفظ بصص غنون خالص واسعرها بيبقى أقل بكتير من البامبرز اللي هو البامبرز نفسه يعني بيبقى ده أغلى من ده وفي مميزات بس حبايبي طبعا في أخت هتسيب الموضوع خالص وانسيب اللي احنا بنتكلم فيه وتقول هولي ابنك نزل اثنين كيلو هقول لي كان يا حبي التالبي نزل اثنين كيلو وليه ما كانش بيزيد عشان أنا أولا حمل على حمل وكنت بردع وكنت حامل وكنت شهيتي يعني ما كنتش بأكل كتير قوي فيه بأمانت الله وكنت ضغطي على طول برضو كان واطفي فكنت على طول بحس إن أنا مش عايز أكل وعلى طول نفس غم علي والكلام ده فبس هو ده اللي انا حاب أقول لك لكن أصلا فيه أطفال اللهم بارك اللهم بارك بتنزل 4 كيلو و3 كيلو ونص و3 كيلو هو المفروض بيكون التفل 3 كيلو حلو جدا إحنا خرجنا برا الموضوع خالص بس أنا حبيت أقول عشان برضو أنا بيبقى عندي الشغف إن أنا أسأل ليه فأنا جاوبتك قبل ما تسأليني ليه عشان يبقى الرد برضو موجود وفور في نفس اللحظة على طول بس كده حبايبي أنا نقلتلكو حاجة لو حتى صغيرة خالص وأسفة جدا لو كان الفيديو طويل ولو عجبك بقى الفيديو ياريت تدعميني بلايك ولو أنت أول مرة تشرفيني في قناتي فضلا وليس أمرض دوس اشتراك وفعال الجرس عشان يوصلك مني بإذن الله بإذن الله كل حاجة جديدة عن البيبي حديث الولادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته